اهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من حلقات بولكادوب العربي. اول حاجة حابب انها تزرعن الغياب الطويل. انا تسحلت شوية في الشغل الفترة اللي فاتت وسافرت كتير. ودي كانت من الاسباب اللي مخلتنيش هنزل فيديوهات بشكل متواصل. بس ان شاء الله الفترة الجاية هنزل على الاقل فيديو كل اسبوع. طيب نهاردة هنتكلم عن ايه? نهاردة هنتكلم عن موضوع في سياق البلوكتشين او البولكادوب. من كم يوم فاتوا كنت تتفرغ على حلقة من حلقات دهاليزة عمرو واكد اللي كان بتكلم فيها على دور في عمل ثورة في مجال او بالبلد كده طريقة الحكم للمؤسسات الكبيرة. وده بيرجع لسبب ازدياد حجم او نفوز المؤسسات الكبيرة. واحنا لو رجعنا خطوة وراء سبب وجودها هو ازدياد او ثقة الافراد فيها للتعامل في مختلف المجالات. مسلا لو في التعامل المالي زي البنوك او مسلا في الانتخابات زي حكومات الدول بشكل عام. طبعا انتم ممكن تكونوا بتسألوا نفسكم دلوقتي هو ايه الكلام الكبير ده و ايه علاقته بالبولكا دوت? زي ما انتم ممكن تكونوا عارفين من الفيديوهات اللي فاتت عملة البولكا دوت ممكن استخدمها في ان احنا نعمل ونطلع عرباح بس مش هي دي الاستفادة الوحيدة من العملة دي. الاستفادة التانية هي ان احنا ممكن نستخدمها في وان احنا يبقى دينا صوت او دور في ادارة وحكم الشبكة. طبعا الموضوع ده بيبقى ليه قلية معينة بتخلي الشبكة تتطور مع الوقت بناء على قرار اصحاب المنفع او اي حد معاه عملة او توكن الدوت. وده باختصار هو موضوع حلقة المعارضة. فهلا بينا نشوف الموضوع ده ايه قصته. في السياق البلوكتشين هو السيستم او النزام اللي بيتم من خلاله ادارة الشبكة وعمل اي تغيير في اللوجيك او المنطق بتاع البلوكتشين. ادارة الشبكة او عمل اي تغيير في البلوكتشين بتتم من خلال البروتوكول او الكود. وعشان كده في ناس كتيرة في مجال البلوكتشين بتقول او يعني البلدي الكود هو زي الدستور اللي الشبكة هلها بتمشي عليه. شبكة او اللي موجودين عالشبكة اسسوا نموذج قدروا من خلاله يوصلوا لنسخة جدا من الشبكة. من ناحية تلبيت احتاجات وده معناه ان اي حد موجود عالشبكة او اي حد يقدر يقدم او اكتراح عشان يغير اي حاجة موجودة عالشبكة. الكلام ده طبعا بيتم الطريقة عشان بتقدر توفر الامكانية دي. في الزمن اللي احنا عايشين في دلوقتي كل حاجة بتتغير مع الوقت وفي صناعات كتيرة بتطور وبتغير من نفسها عشان تلبي احتياجات السوق بيتتبعوا نفس المنهج وبتغيروا مع الوقت عشان يبقوا وزي ما انا شرحت قبل كده كل اللي موجودين على الشبكة او في يقدروا يشاركوا في العملية دي ويبقى ليهم صوت في التغيير ده. الشبكة مش بس هي كمان فيها معقدة من ناحية انها مش بتقبل او بترفض اي اقتراح لعمل اي تغيير على الشبكة هي كمان بتنفذ التغيرات دي دلقائيا من غير ما تعمل او انها تقسم الشبكة لاتنين. وزي ما السنين اللي فاتت في التاريخ اثبت ان البشر بيعرفوش يشتغل مع بعض من غير ما يغيروا قوانين اتحادهم او شغلهم مع بعض من وقت للتاني نفس المبدأ ده بينطبق على البلوكتشين وبما ان البلوكتشين معقدة بطبيعتها وما فيش طريقة سهلة لعمل التغييرات دي فالجابرننس بيجي هنا ويلعب دور مهم جدا ان هو بيبسط العملية دي وبيعمل التغيير ده بشكل منظم. ففي السنين اللي جاية او الانزمة الاقتصادية اللي قيمة على مجال التشفير هتبقى هي اساس الانترنت اللي احنا بنستخدمه كل يوم. هيلعب دور مهم جدا ان هو هيضمن ان الموارد اللي موجودة على الشبكة بتستخدم لصالح الاشخاص كلها مش بس لصالح مجموعة صبيرة موجودة على الشبكة. فقلب المزمن بتاع البلوكتشين نفهوم. وده معناه ان اي حامل لعملة يقدر يعمل للعملة بتاعته عشان يصوت على اي اقتراح موجود على الشبكة. اي اقتراح موجود طبعا لازم هو يوصل للغلبية العزمة عشان يتنفذ ونتقلقوش كل الحاجات دي انا هوريها لكم في بداية اللي جاية هوريكم ازاي نقدر نعمل اقتراح وشكل الاقتراحات دي بشكل اللي هم عمل ازاي. نيجي دلوقتي للسؤال مهم وهو مين اللي بيشارك في اول فئة هي اي حد معي عملة تاني فئة هي او اللي بيسموه المجلس. تالت فئة هي او اللجنة الفنية. هي مجموعة منتخبة من الافراد موجودة لتمثيل او اي حد موجود على الشبكة بس سلبي يعني مش بيقدم اي اقتراحات ومش اكتب او النشط على الشبكة. هم هنا يقدروا او ليهم دور فعال ان هم يقدموا اقتراحات هتفيد الشبكة او انهم يلغوا اي استفتاءات على اقتراحات لا جدال في ان هي هتضر الشبكة. كمان هم مسؤولين عن او خزنة الشبكة اللي بيتجمع بواها وده موضوع انا هتكلم عنه بالتفصيل في فيديو من الفيديوات اللي جاية. فاي حد معايا يقدر ان هو يقدم ويبقى او عضو من اضاء المجلس. اللي بيعتمد عليهم وعلى سمعتهم في تقديم الاقتراحات اللي هتفيد الشبكة بشكل عام. نيجي دلوقتي دور او هدف وجوده هو انه من ناحية بيحل المشاكل التقنية وبينفز اي جديدة بعد طبعا ما يتم اختبارها. الناحية التانية هو الحماية ضد اي اقتراحات ممكن تأذي الشبكة. وما كمان ليهم دور فان هم يعملوا او ان هم يسرعوا عملية التصويت على الاي اقتراح موجود على الشبكة. ازا كان جاي من او من طيب كلام جميل. انا اتكلمت دلوقتي بشكل عام على الاقتراحات. وعلى الادوار الموجودة على الشبكة زي والكاونسل. السؤال بقى المهم دلوقتي هو ايه اللي بيحصل بعد ما انا قدم اقتراح. لو شايف ان الاقتراح ده هيفيد الشبكة. الاقتراح اللي انا قدمته بيتحول لحاجة اسمها او بالبلد كده استفتاء. وبعد كده بيبقى دي فترة معانا بيصوت فيها على الاقتراح ده. ودي بتبقى تمانية وعشرين يوم على شبكة. الكوميونيتي مش بس بيقدر ان هو يصوت على اقتراح. هم كمان بيقدروا ان هم يعملوا او يعلقوا على اي نقطة هم شايفينها مهمة. ولازم يتعاد النظر فيها من اللي قدم الاقتراح. طبعا انا عارف ان الكلام ده كله نظري بالوقتي. بس عشان كده الفيديو من البديلات اللي جاية انا هوليكم الكلام ده شكله عامل ازاي على البلوكشين. فكل تمانية وعشرين يوم تختار الاقتراح اللي هيعدي لمرحلة الريفريند او الاستفتاء. وزي ما انا شرحت قبل كده الاقتراحات ممكن تتقدم من او اي حد معايا عملة الضوت. او الكاونسل. ولية هنا بتتناوب في اختيار الاقتراحات دي. انها تختار مرة اقتراح من ومرة من الكاونسل. والهدف في الموضوع ده هو بس تحقيق المساوية في الوصول لمرحلة الريفريند او الاستفتاء. لما الاستفتاء بيبتدي اللي موجودين على الشبكة بيبدأوا ان هما يصوتوا على الاقتراح يا اما بالدعم او بالرفض. التصويت هنا مش بيبقى بحجم التوكنز اللي موجودة على الحساب. ده بيبقى بمدى اقتناع الشخص بالاقتراح ده. وقبلية الشخص ده انه هو ياخد الرزق ويقفل التوكنز بتاعته لفترة اكبر على الشبكة. والموضوع ده اسمه قاعدة الاساسية هنا هو ان اي حد بيشارك في الاستفتاء لازم يقفل بتاعته في الفترة دي لحد ما الغالبية العزمة توافق او ترفض الاقتراح. الهدف من قفل التوكنز واننا نخلي المساوطين اللي موجودين على الشبكة موجودين لحد ما فترة التصويت تنتهي. وانهم كمان يتحملوا نتيجة التصويت بتاعها. ده كمان ممكن يستخدم في ان احنا نعلي بتاعته. يعني بالبالة دي كده كل ما اقفل بتاعتي الفترة اطول كل ما يبقى عندي اعلى. طيب خلينا نبسط كم ده مساء. خلينا نقول انا معي عشرة دوت والشخص التاني مع عشرين. انا هقفل التوكنز بتاعتي الفترة اعلى ولا ستة شهور. والشخص التاني هقفل التوكنز بتاعته الفترة اقل شوية ولا هي تلات شهور. عشان انا قفلت التوكنز بتاعتي بفترة اعلى بتاعتي بقت مسوية بتاعت الشخص التاني اللي معاها توكنز اعلى مني. سبب وجود الالية دي هو ضمان ان لو في في معاهم توكنز اقل بس ليهم رأي قوي في اقتراح معاين ان هما برضو يبقى ليهم صوت قوي. وبعد ما الكلام ده بيخلص الاسواب بيتعد اوتوماتيك ونتيجة الاستفتاء بتظهر. ولو الغالبية العزمة وفقت على قبول الاقتراح ده الاقتراح بيروح للمرحلة التانية اللي هي او مرحلة التشريع. وزي ما انتم شايفين من او الرسمة هنا الاقتراحات ممكن تتقدم من او وكل تمانية وعشرين يوم بيبقى في اقتراح بيتم التصويت عليه وده بيتم طبعا بالتناوم ما بين الاختراحات اللي متقدمة من دلوقت انا شرحت هو ايه ومين اللي بيشاركه في عملية اتخاذ القرار بطريقة غير مركزية بس يوم يفهوم مهم جدا لازم تبقى عارفين وهو وده وظيفته ان هو بيغير نسبة الاغلبية العزمة بناء على او نسبة الحضور في عملية التصويت. كلام متعقدهم جعلس جدا انا عارف. بس خلينا نبسطه لمسا شاب بمسال. هنا نقول ان خمسة في المية مشاركةٍ موجودين على الشبكة بيشاركوا في عملية التصويت. دي نسبة قبولها جدا عشان كده نسبة الغالبية العزمة هتبقى عالية في قبول اقتراح زائلة. هتبقى مسلا خمسة وسبعين في المية. لازم خمسة وسبعين في المية من الخمسة في المية دول يوافقوا عشان الاقتراح ده يتوافق عليه. ما بين لو ان في خمسين في المية من اللي موجودين على الشبكة بيصوتوا على اقتراح معين. فنسبة الغالبية العظمى في الحلقة دي هتبقى مثلا خمسة وخمسين. فكل مكان ناس قليلة بتشارك في عملية التصويت كل ما درجة الصعوبة لقبول الاقتراحتها هتعلى. كل الاقتراحات اللي تتقدم من بتستخدم او الايجابي. ده لنا شرحته من شوية. في حين ان الاقتراحات اللي تتقدم من بتستخدم او او السلبي. وده بيسحل عملية قبول الاقتراحات من النوع ده. وكمان ممكن الاقتراحات دي تترفض لو الغالبية العظمى صوتت على رفضها. فنزام على شبكة فيه قليات مختلفة لعمل اي تغيير على الشبكة وفي نفس الوقت بيضمن ان مفيش اشخاص معينة يا هسلطة اعلى من اشخاص تاني. فالنزام وبيضمن ان قرار الناس اللي موجودة هو اللي بيتنفز مش قرار مجموعة معينة بحد ذات. لو حابين انتو تعلموا اكتر عن الاليات المختلفة والجديدة على شبكة والكسامة في الفيديو اللي جاي انا هتكلم عن وده النسخة الجديدة من اللي بيتم دلوقتي اختبارها على شبكة الكسامة. فانا مش هطول ايكو اكتر من كده عشان عارف ان المحتوى بتاع الفيديو ده كانت ايد شوائية. وهشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي مع السلامة. اشتركوا في القناة